تتمرن ها شكلك تتمرن حبوب بي 12 عليكو على حبوب بي 12 هتخلي عصابك كده حديد هتروح الجيم تكسر الحاجات تاخد حبوب بي 12 قبل التمرين ليه قبل التمرين وبعد التمرين؟ يعني مش محتاج انت بتسأل اسئلة غريبة جدا يا عبدو على فكرة الموضوع مش صعب اقول لك بي 12 تقول لي لحمة وفراخ حلقة جديدة حقيقة ان البيت نشر مهم جدا لصحة المخ وصحة العصاب ولكن مش حقيقة ان انت لو ان تاخد نسبة بيت 10 اكتر من حاجة ان ده هفيدك مش حقيقة برضو ان انت لو انت لو انت تاخد نسبة بيت 10 قبل التمرين هخلك وقف التمرين وزود الكوة وبعدك ولا برضو حقيقة ان الناس الرياضيين او الافليز او اللي بيلعبو كورا او بيتمررنهم حديد محتاجين نسبة اعلى من بيت 10 كلنا تقريباً محتاجين نفس النسبة من بيت 10 وكنك رياضي ده مش بيزود حاجتك للبيت 10 ما هي الفيتاميين بي اتنشر ؟ ما هو مصدره في الاكل ؟ والشيء الغلط و الصح التي نعرفها دي دلوقتي نتحدثها في الفيديو الفيتاميين بي اتندقى هو 1 الووتر سوليبل فيتامين الموجودة عن الجسم الفيتامينات الموجودة في الجسم لدينا بتنقسر من مجموعتين كبار ما اسمها وترمي وشيء اسمها فت سوليبل الفات سوليبل هم هذين الفيتامين الـ&&&&&&&' نفسهم فت سوليبل لان يحتاجين ذهون حول طياد الدباء يضب في الماء عادي جداً وأن هذه المشكلة العضلة الواتر نبدأ منها ونبدأ نتخلص منها في البول وما بيكونش فيها مشاكل اولاً لو زادت نعم الحاجات الفاتسوليبول اللي هي الفيتامين فيتامين D و A و E و K دول فعلاً اللي لو زادوا ممكن يعملوا لي مشاكل المهم نبدأ نتكلم على النجم بتاعنا بتاعنا النهاردة هو فيتامين B12 عشان نفهم اهمية الفيتامين B12 معنا النهاردة لازم نفهم شوية حاجات كتابة لجهاز العصر بتاعنا الجهاز العصر بتاعنا عام ذا لسلوك الكهرباء السلوك الكهرباء موجودة كتير في بعض فلو احنا نفهمين أن السلوك الكهرباء لو تخيلوا مجموعة كبيرة جداً من السلوك اللي موجودة حوالين بعض ممكن تلمس ممكن ان السلوك بتاعيتها بوز يحصل افلى صح? فعشان ما حصلش افلى وعشان سرعة سلوك الكهرباء دي تنقل الكهرباء بتطريقه اسرع كان فيه مادة اسمها ميالين النيلين ده عامل زي اللفة اللي موجودة حوالين السلك سلك النحاس اللي موجود بتاعنا عادية على الكهرباء بملفوف بإطار عازل من بره عشان يعزلوا عن بقية الحاجات احنا من الكهربش وعشان في نفس الوقت يخلي الاشهارات تعدى كده الكهرباء تعدى في خلال السلك بأمان جدا نفس الفكرة عندنا في الجهاز العصبي المايلينشيث حاجة كده اللي ملفوفة حوالينا العصاب بتبقى بتساعد عصب سرعة التوصيل بتاعته تكون اسرع فبالتالي نبقى احنا افضل وصحيتنا افضل وكلما الاعصاب اللي بتبقى فيها ميلينشيث اكتر سرعة التوصيل العصب بتاعها اكتر بتكون افضل وهنا يجي دور فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 بلعب دور اسسي جدا في تكوين الميلينشيث اللي حوالي الاعصاب وبالتالي يساعد لي جدا في علاج اي مشاكل عصبية يعني مثلا بنلاقي ناس كتير جدا مثلا بتوصف لها فيتامين بي 12 بيكون عندها شوية تخشونا في الفكرات وضغطها على الاعصاب فالعصاب نفسه بدأت سرعة التوصيل بتاعها تقل لانه هو التاكل او بيحصل في بعض الانفلاميشن او الالتهابات فبندي فيتامين بي 12 ساعتها عشان نبدأ ازود الميلينشيث ازود سرعة توصيل العصب تبقى دينا تمام دي كانت اول فايدة مهمة جدا بنسبة لنا الفيتامين بي 12 تاني فايدة معنا ان هو بيدخل في تركيب وتكوين كرات الدم الحمراء وبالتالي نقص الفيتامين ده وقت ممكن يدخل لك في نوع من انواع الانيميا تالت فايدة معنا الفيتامين بي 12 انه مهم جدا جدا لصحة العظام وبيحمي من حدوث هشاشة العظام في دراسة عملت على 2600 واحد لقوا ان فيه ارتباط واثيب جدا بالنقص نسبة فيتامين بي 12 اللي موجود وامراض هشاشة العظام اللي كانت موجودة عند الاشخاص دي عرفنا شوية معلومات عن بي 12 عرفنا ايه الصح والغلط عرفنا المميزات بتاعته هل لو زودت في نسبة فيتامين بي 12 وخدت مكمل او خدت نسبة فيتامين بي 12 بزيادة هل هيبقى ده مضر لي او لا هو عملا زي ما اتفقنا انه نوع ووتر سوليبل ووتر سوليبل اللي هو لو انت زودت نسبته حتى عن حاجة الجسم الموجودة الجسم هينزله في البول وبالثلاثة جدا وبالتالي زيادة بي 12 المفروض في الطبيعي جدا متعملش اي مشاكل لكنهم لقوا بعض الدراسات اللي لقيت برضه ارتباط بين زيادة فيتامين بي 12 قوي 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 على المعدل الطبيعي وزور بعض حالات حب الشباب الموجودة الوش ولقوا برضه ان هو بيعمل شوية مشاكل مع مرضى السكر ومرضى الكيلة لو زاد برضه الناس الحوامل او السلثات الحوامل لقوا ان زيادة نسبة بي 12 قوي عن المعدل الطبيعي في الجسم زودت من فرصة اصابة الاطفال بتحق بمرض التواحق ودي حاجة عليها على ما تستفهم شوية بس زي ما اتفقنا في الطبيعي جدا الفيتامين ده زيادته مش مضرة خالص لو انت عندك سكر او انت حامل او عندك مشاكل في الكيلة ما تزودش بي 12 عن الطبيعي عشان نحترس جدا مع ان معزم الحالات ما بيجلهاش مشاكل خالص بس واجب برضه ان احنا ننبه في النقطة دي هل لازم اخد مكمل بيت ناشر اخد حبوب بيت ناشر او اخد حوام بيت ناشر لا خالص الحمد لله موجود في مصادر اكل كتير جدا عندنا وسو موجود في مصادر حيوانية اكتر فبالتالي لو انت فيجن او نباتي وبتستخدم نظام نباتي ممكن تحتاج المكمل بس لو انت بتاكل اكل حيواني عادي جدا هو موجود في البيض موجود في اللبن موجود في اللحمة موجود في السمك وموجود في الزبادي الجرعة المناسبة اللي احنا محتاجينها من بيت ناشر هي اتنين بوينت اربعة من عشرة ميلي جرام في اليوم. دي نسبة قليلة جدا لأن الفيتامينات تتحسب بالميلي جرام مش بالجرامات زي مسلا البروتين وكلام زي كده. البرشامة بتبقى اثنين واربعة من عشرة ميلي جرام محتاج منها واحدة في اليوم لو هي دي الجرعة اللي فيها على حسب طبعا الحجم البرشامة بتاعتك. دي الجرعة اللي انت محتاجة من بيت نوشر. ما فيش دعي ان انت تزود اكتر من كده مش هيزود التأثير بتاع الفايدة بتاعتك. انتفقنا ان هو مش هيضر بس برضو مش هيزود الفايدة في اللي هو عادي انت ممكن تاخده بالنسبة الاكل بتاعتك لو هو نوعس اوي في اكلك او ما بتاكلش الحاجات ديت ممكن تتخدم الحبوب او الحقن على حسب حاجتك. دي كانت المعلومات الصحة عن فيتامين بي تناشر بعدا عن اي خرافات بعدا عن اي حاجات هو ما بيعملهاش يعني يقول لك والله ده مش عارب يطول ده بيزود اه قوت الاربيطة ده مش عارف ايه كلام كتير اوي كده ما انزل الله بيه من سلطان يعني بس ويا رب كونوا سافاتوا من الفيديو لو اعجابكم لايك جميل وطبعا سبسكرايب في القناة خلاص قربنا داخلين على مليونة وهي رجالة ويا بنات يعني شد وحيلكم كده معنا ان شاء الله يعني نوصل في المليون قريب جدا ونحتفل بالموضوع ده كلنا بازن الله يكون يعني بقى نقدم يعني عايزين نزبط الموضوع يعني بحيس ان هو يكون حاجة كده حدث حلو لنا كلنا بازن الله شاوك الفيديو جاي ان شاء الله سلام عليكم